قال وزير الخارجية الروسية سرقيل لفروف أن الحصول على إقليم دونباس الأوكراني أولوية غير مشروطة بالنسبة لموسكو وتابع لفروف أن الأمر هو دفع الجيش والكتائب الأوكرانية للخروج من دونتسك ولوغانسك التي تعترف بهم موسكو دولتين مستقلتين وإشار إلى تحرير دونباس عن نظام كييف على حد وصفه وقال لفروف أنه يتعين على السكان في باقي المناطق الأوكرانية حيث تنفذ روسيا عمليتها العسكرية تقرير مصيرهم بأنفسهم